السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا الكرام كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك إن شاء الله بالفرج القريب حقيقة الرد أضع بعض النقاط الأساسية ضرورية لأهلنا الذين قدموا بزيارات الولايات المنكوبة كما تعلمون أنه في معبر السلامي باشرت الزيارات بتاريخ 17-2 17-2 دخلت الناس لغاية اليوم عمال تدخل المغادرة باشرت بتاريخ 27-3 من معبر السلامي أي 40 نهار لازم يمكس المواطن لحديات يرجع ما بدي يقول أنا صلي شهر لحديات أقدر أرجع لا 40 نهار ونحن حطينا المواعيد حاليا 17-18-19 لأني أختي أول عشرة أيام هاي اللي دخلت لعنا دخل فيها 8000 أول نهار 17-532 18-947 19-615 746 281 775 718 بالتالي نحن أن تيركين كان المجال مفتوح لعودة الناس اللي مضطرين لكن تفاجأنا أن معظم الناس بدأ ترجع على الشهر كل الناس بدأ ترجع على الشهر لذلك وضعنا جدول يومي من أجل مغادرة الناس حتى ما يصير ازدحام كثير في الكراج يعني لازم واحد يكون صلوا 40 نهار لحديات يرجع لأني باشرنا من 17 بالدخول 17 العودة أي بدي تم يمكس 40 نهار لحديات يقدر يحسين يرجع المواطن حتى نقضي على هالإزدحام اللي موجود عنا اللي هو 8000 شخص دخلوا بهالعشرة أيام بعدين باقي الأيام نحن لحتى اليوم داخل عنا 13950 بعد العشرة أيام ما داخل 200, 300, 400, 150, 63, 65 بإمكان الناس بعدين تطلع على كيفين فقط نرجو من أهلنا يتريسوا الأسبوع القادم إن شاء الله نقضي على الازدحام اللي موجود وبعدين كل الناس تقدر تطلع أختي بكل يسر وسهولة إن شاء الله الرجاء الرجاء من أهلنا حتى لا يصير ازدحام في الكراج بشكل كبير الناس عم تقدم كل لياته الرجاء متابعة الصفحة والتقيد في الأيام اللي عم ما ننشره متر ما شرحنا لكم لأني بالعشرة أيام الأولى دخلت من 3000 وما باشروا لـ 27-30 بالتالي عشرة أيام علينا كسر ما بدي أقول للإنسان أنا أصلي شهر لا أربعين نهار ليحقلك أنت تقدر ترجع حاليا ميما بيجي على الكراج الأولوي إلى 17-18-19-20-21 البارحة ما حصلنا نشرنا 22 لأني لسه في عنا كسر ما شاء الله جميع الناس اللي دخلت حاليا بدها ترجع يعني مو معقول أني إجوا بـ 8000 وتأخروا لأخوتنا الأتراك عشرة أيام والعالم مباشرة بدها ترجع هاي النقطة الأولى يوم اللي باشرنا بـ 27-30 أختي دخل عنا 150 كان السيستم التركي معطل بسبب الزلزال انهار المبنى الجهاز اللي كان موجود للسيستم لما جابوه من أنقرة ما دخلوا كمان تأخرنا نهارين حاليا عملية العودي أربعة أيام فقط لا غير كنا عم ندخل أسبوع كامل بالتالي عبصير عنا كمان كسر بالأسبوع ثلاثة أيام ثلاثة أيام عنا 8000 وبكل أسبوع ثلاثة أيام كسر لأني بس بدخلوا أربعة أيام ودخلنا سبعة أيام نحن الدخول العودي أربعة هلأ اعتبارا من أسبوع الجاي كمان دي صير عملية الدخول فقط الأسنين والسلساء والأربعة ننزل منشور حاليا فقط ثلاثة أيام المغادرة ويومين القدوم الخميس والجمعة لأني بدي صير سبت وأحد عطلي أيضا هني عطينا ستة شهور والناس اللي حجزت على أساس يعني مع فترة ستة أشهور اللي مضطرين لشهر ممكن أن يرجعوا بتسلسل ما كل الناس جتنا فجأة 8000 شخص عبي يجي يوميا على الكراج وهذا مو معقول أبدا أبدا بالتالي نحن نطلب من أهلنا العشرة أيام اللي تأخر فيه الجانب التركي لرجع ويومين اللي كان السيستم عطل عندهم بس دخل عنا 105 واليوم الثاني 233 فنقضي على هل ازدحام هذا الرجاء من أهلنا أن هالموضوع هذا تاخدوه بعيد الاعتبار والموضوع الثاني أهلي الإغراض اللي عمال تنجاب مع الناس كأنه عبجيب واحد معه وعفش نحن طلبنا من الأخوة الأتراك أن نجيب سيارة ونوضع عليها مثل المطار اللوساقة وناخدها بسيارة تاني غير الباصات ما وفقوا بدهم كل واحد ياخد محفظته معه لأنه إذا طلع فيها أي إشكالية يتعرف عليها بعدين إذا بعتناها بسيارة تاني غير برفقة الشخص أنه ممكن ما يتعرف عليها يصير فيه إشكالية إذا فيه ممنوعات بالتالي عم نضطر نطالع الغراض بالباص الباص عمال يطلع فيه غراض أكتر من الأشخاص فهي مشكلة كمان كبيرة فالرجاء الرجاء حقيبي وحده أهلنا يعني فيه ناس عم يجيب والله معتش هذا وضع مو معقول أبدا أبدا الله يبالك فيكن يحفظكن أختي مثل ما حكينا زيارات الولايات المنكوبة لازالت باقي الولايات كل الناس عمال تسأل حاليا الوضع في تركيا غير مناسب ممكن إن شاء الله يعني يمشي الحال حاليا لا ما فيه أبدا غير زيارات الولايات المنكوبة باقي الولايات مثل ما حكينا لا يوجد شيء موضوع العالم تتقيد في التواريخ اللي منحطها حتى نقدر نساعد فقط اللي محتاج فيه طلاب جامعة اليوم راجعونا كتير عندهم امتحانات فيه فحص يوس كمان فيه طلاب عمال نساعدهم فيه مرضى عندهم يعني هاي هي الأولويات اللي بدنا نطلع لكن كل الناس إني إجيت بتحسب حسابك أربعين نهار لبشرة المغادرة عنها واتابعوا المواعيد اللي عمال ننشرها على صفحة المعبر يوميا بالتالي بيجي الإنسان على المعبر وبطلع بكل يسر وسهولي بارك الله فيكم وجزاكم الله أهلنا كل خير وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر